السامسونج جلاكسي 24 والشاومي نوت 12 اس صراحة انا جربتوا موبايلين و موبايلين محترمين جدا يمكن الشاومي اغلى حبتين من سيار السامسونج ولكن ما يمنعش ان احنا نعمل مقارنة بين موبايلين لذلك قررت ان اعمل الفيديو ده واكيد لكل موبايل تيه مراجعة تفصيلية هسيبلك الانكات في ديسكريبشن والتعليل المسبب وكذلك روابط شراء كل موبايل على حدة برضو هتلاقي في ديسكريبشن والتعليل المسبب ولكن قبل ان نخش في المقارنة النارية دي حابب افكرك باللايك الفيديو تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تقوم معي كل جديد اول باول وخلينا منجل كلام كتير نخش على طول في تفاصيل المقارنة وصراحة حابب ابدأ المرادة من العلب ايوة من البوكسيس اللي موجودة مع الاجهزة باختصار شديد الشاومي جاي معي شاحن بكدرة 33 وقت وكمان جراب محترم سيلكون اما السامسونج على اللا حكايته كده فاضي جاي بطوله ولا مع اي حاجة انا رايك انا جابه الموبايل كده في كيس احسن ووفره تمن العلب لان العلبة ما فيهاش اي حاجة اطلاقا غير الوصلة واكيد دي اول نقطة لصالح الشاومي وهي محتويات العلبة معك شاحن ومعك جراب لذلك اول نقطة بدون نقاش هتروح لشاومي تاني حاجة التصميم صراحة تصميم السامسونج تقليدي للغاية عادة هواده في سامسونج فيه جميع الفئات السارة متشابه جدا في التصميم تحسوا كده حاجة بيزي هادي خالص يملخص نفسه بص كده الموبايل بتعرف نوع من سامسونج والظاهر هنا جاي من البلاستيك الظاهر ناعم جدا وده بيسر خدشه بكل سهولة ولكن كمان المس الموبايل كده وشكله الخارجي واللمعة القوية اللي فيه بتحسك بالفخار مع اطار من البلاستيك وصراحة ان المميز هنا وجود بلاستيك على الاطار بيحميه ومفيش سماعة تانية فوقه فكده الجهاز جاي مونو اوحادي ولايس استيريو املوا الكلم معك عن الشاومي نوت ويلف اس فتصميمه مختلف كليا وبتحس كده بتضرب في الالوان الوان الطيب فتنعكس حسب زوية الرؤية واتجاه الضوء ملمس الموبايل الخشين وده ميزة لعدم تفصيم الظهر وصعب جدا خدشه مع مربع للكاميرات كده مكتوب فيه 180 ميجابيكسل وهي دي شاومي وده حرقاتها لازم تعرفك كام ميجابيكسل وبتكتبها لك بالبونط العريق مع ايطار من البلاستيك برضو وبصمة جانبية ومن فوق وجود IR بلاستر المبيزة بيه شاومي عن اي شركة بجانب السماعة الاضافية اللي موجودة من فوق بجانب منفذ سماعة الاوزل وطالما فيه سماعة في الاعلى فده معناه ان الموبايل استيريو سبيكر لان لو بسيت من تحت هتلاقي برضو وجود سماعة مع منفذ شحن من نوع تايب سي يبقى هنا كده الموبايل جاي بستيريو سبيكر ولا يسوق حادي واعتقد ان دي نقطة برضو ممكن يتفوق فيها الشاومي على السامسونج واعتقد كمجمل تصميم ففيه تفوق نسبي ملحوظ لصالح شركة شاومي من الناحية الى العملية صعب تبصيم صعب يخدوش تصميم ويمكن شكله عصري او ترندي اكتر ولكن بقى حتة الزوء والشكل العام وكلام ده كله فده يرجع على رأي سياتك لان ما نفعش تتفرجه بس انت برضو ليك رأي لازم تشارك بفتع ليه وزي ما المثل بقول لولا تعدد الازواء لعبارة السلع فكل واحد فينا ليه زوق وليه رأي مختلف عن التاني ثالث نقطة الشاشة النقطة دي مهمة جدا في الموبايلين مبدأين كده الموبايلين جايين من شاشات من نوع سوبر اموليد بريفر شيتس إنهيرتز ونتس يصل لألف نتس ودي ارقام ممتازة جدا بلا شك ولكن خلينا ناخد شاشة شاشة ونتكلم كل واحدة فيهم على حدة تعال نتكلم كده عن الفردات اللي بينهم اولا السامسونج كحواف كبيرة ووضحة جدا وبصراحة ده غير مقبول في فئة سعرية دي كمان مع وجود نوتش يعني تصميم وشكل قديم جدا ولكن كالوان للشاشة عظمة وانت عارف بقى شاشات سامسونج عاملة زي وكمان فيه نقطة مهمة جدا وغريبة اول مرة شوفها في موبايل فيه اطار كده بارز للأعلى من فوق كده في الشاشة انا حاست بوجوده لو الشركة اصدى الفكرة دي دي يبقى عظمة جدا ارف عليها قبعة بصراحة واعتقد ده موجود لحماية الشاشة من الصدمات دي انا مش هفتهاش اطلاقا جير في سامسونج اما عن الشاومي فتصميم الشاشة احدث وافضل بكتير جدا بسبب الحياف القليلة وكمان الثقب اللي موجود اللي بقى احتوى على الكاميرا الايمية اللي بقى شكله عصري ومعظم مبارات حاليا بتاخد الشكل الجديد ولكن لو نتكلم بشكل علمي وعملي فحب بتاعت سامسونج حاجة تانية خالص تاني حاجة التردف في سامسونج هيكون افضل بسبب السوفت وير والربط الممتاز بين قطع الهارد وير وبالاخص المعالج يعني صحب جدا تلاقي تسقيط فريمات او تلاقي مشاكل في الوجهة زي ما شاومي معودانا مع كامل الاسف اذا من وجهة نظر المتوضع فالنقطة دي تروح لصالح سامسونج وليس لشاومي الشكل مش كل حاجة انا ههمني الاداء الفعلي رابع حاجة الكاميرات اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اللي اتنين بقدموا عظمة بس خلينا ناقد الكاميرتين ونشوف الصور الخارجة منهم وانت بنفسك وحكم يلا بينا لما نشوف الفرقات هنا هنقدر نحدد الافضلية رايح المين يا صديقي على العموم دي صور معروضة للهاتفين وانت حكم بنفسك في التعليقات ما انت لازم تثبت وجودك برضو مش تتفرج وخلاص الصور اللي معروضة قدامك بتبين مدى قوة الموبايلات دي في التقاط الصور كمعالجة كالوان وغيره خصوصا ان الاثنين بمعالجات ميديا تيك وانا شخصيا بفضل تلك المعالجات في التصوير عن اي معالجات تانية ولكن لو تاخد بالك فيه فرق هنا يستحق النظر والتماعون فيه على وهو معالجة الديناميك رينج اللي بصراحة صعب جدا على اي موبايل في الفئة السعرية دي ويمكن اللي اعلى كمان غير سامسونج اللي يدر سيطر عليه شوف بنفسك وتتفهم قصدي قدامك صورتين تقريبا من نفس الزاوية السحابة من فوقي الهاي لايت مترقع جامد ولكن الفرق القاتل هنا هو ان شاومي مش قادرة تعالج الديناميك رينج ولا عارف اتعام معها خالص بينما السامسونج واضح جدا القوة وقوة السيطرة على الديناميك رينج صراحة سامسونج بتقدم عظم الفئة السعرية دي بصراحة انا مشوفتش موبايل لا في الفئة السعرية دي ولا في الاعلى ولا في الاعلى بشكل الفين تلات تلاف جنيه بيقدر يتحكم في الديناميك رينج زي ما انت شايف بعد التقاط الصورة بيخلي لك السحابة دي ولا كأنها مترقعة الهاي لايت بيسيطر عليه بيزر وشك وبيزرك تفاصيل المناطق اللي كان فيها هاي لايت هو ده الديناميك رينج الفرق بين المناطق اللي ضاءة العالية ومناطق اللي ضاءة المنخفضة فصحب جدا تلاقي عدسة تقدر تسيطر على المناطق دي فبصراحة كاميرا سامسونج تتفوق بلا شكل وبيجاتارة على الشاومي بسبب نقطة ديناميك رينج دي واحدها تكفي خامسا المعالجات الي اتنين جاي من ميديا تيك و لكن السامسونج جاي مع معالج ميديا تيك هيليو جي تسعة وتسعين من اقوى معالجات الفئة السعرية دي و سمكون الاعلى شوية كمان اما بصراحة الامر الغريب جدا ان شاومي جئ كفى معالج ميديا تيك هيليو جي ستة وتسعين و الغريبين يزي مقبلت لك علي عكس العادة سامسونج اقل في السعر مع معالج اقوى بينما الشاومي معالج اقل واغل في السعر وده عكس العادة احنا متعودين من شركة شاومي انها بتقدم لك اقوى العتاد مع اقل سعر بس سامسونج هنا قلبت الموضوع ومن الاخر كده بدون نقاش وبدون كلام كتير جدا النقطة هتروح لصالح شركة سامسونج بدون كلام اما عن البطاريات وسرعات الشحن فحب يقولك ان البطاريات قريبها من بعض ولكن سرعات الشحن مختلفة سرعة الشحن في السامسونج هي 25 واط بينما بدون شحن معك في العلبة بينما الشاومي فهي جاية بسرعة شحن 33 واط مع وجود شحن في العلبة فاعتاك ان هناك تفوق هنا الرايح لصالح شاومي واضح جدا سابع النقطة مهمة جدا المحورية هي الشبكات والواي فاي الشبكات في السامسونج في بعض الاماكن افضل من الشاومي ولكن مجمنا الاثنين قريبين جدا من بعض ولكن لو نتكلم على الواي فاي ففيه تفوق ملحوظ لصالح شركة شاومي السامسونج كان بيسقط الواي فاي من المدى بتاعه يعني لو بيعدت غرفتين بيسقط انما الشاومي غرفة اتنين تلاتة ويمكن كمان ممكن نخرج برا المكان بتاعي ولكن شاومي قادر اتحافظ على الشبكة وعلى قوة الاتقاط العالية منها اما السامسونج عكس كده ولما سامسونج تساعد في الموضوع ده اقيت لك ان هي بتحاول تحد من التراددات اللي خارجة من التليفونات عشان تحافظ على الانسان وعلى البيئة انا مش عارف بصراحة مدى صحة الكلام ده خصوصا ان شبكات الواي فاي والبلوتوز الدراسات التبية اثبتت ان ما فيش اي تأثير سلبي حتى الان على الانسان فدي مش عارف حجة من سامسونج بقى ولا ايه بحيطة بصراحة الواي فاي تتفوق فيها شركة شاومي على سامسونج اما الشبكات انا شايف الاتنين زي بعض تام الحاجة فيه شوية اضافات مهمة لازم تكون عارفها اول حاجة الشاومي جاي ستيريو سبيكر بينما السامسونج لأ تاني حاجة الشاومي جاي باي ار بلاستر بينما السامسونج لأ الثالث نقطة الاثنين بصمه الجانبية والسرعات غريبة من بعض الرابع نقطة الاثنين جايين باكتف نويس كنسليشن مايك يعني مايك عزة دوضاء وده قلنا مهمة جدا فالاثنين جايين بالمايك ده خمس حاجة جايزين جايين بمعظم السنزور اللي انت ممكن تكون محتاجها فانا شايف ان دي كانت المقارنة بين السامسونج اي 24 والشاومي نود 12 اس ناقص انت بقى تقولي رأيك في التعليق مين تفوق على مين في المقارنة دي فلو الفيديو عجبك يليد تقدر تعبنا في صناعة المحتوى تعمل لايك الفيديو تشارك في القناة وتفعل الجرس عشان تعمل معي كل جديد وقال سلام لو تشارك الفيديو مع غيري وقال حاجة بتشوف مقارنة بين مين ومين في الفيديوهات الجاية وانا تعمل ان شاء الله في فيديو جديد سلام